بسم الله الرحمن الرحيم يا سيئين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على شغاف مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذغ قوما ما أنذغ آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبسرون وسواء عليهم أأنذغتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذع من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونعتب ما خدموا وآثاغهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وطرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أغسلنا إليهم ثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمغسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة غجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم لكم أجغا وهم مهتدون وما لي لا أعبد أعبد الذي فطغني وإليه تغجعون أأتقذ من دونه إني آلهة وما أنتم أتبوا بربكم فاسمعون أتبعوا من لا يسألكم وإن أدخل الجنة من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت ألم يسألكم ألم يغوكم أهلكنا أرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يسكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نصلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقديد العزيز العليم والقمر والقمر قد تغناه منازل حتى عادك العرجون القديم لا الشمس لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نسأ نغرقهم فلا سريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفعوا للذين آمنوا أنطعم من لن يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينذغون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونبغ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعْذَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محظرون فاليوم لا تظلم نفس سيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُرٌ مُّبِينَ وَأَنِ يَعْبُدُونِي هَذَا سِرَاتٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَظَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ إِسْلَوْهَ الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْطِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَسْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَقَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا السِّرَاتَ فَأَنَّا يُبُسِعُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيَّا وَلَا يَغْجِعُونَ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْءٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنْذِغَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَغَوْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمْ مَا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا غَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَسَادِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَغُونَ لا يستطيعون نسغهم وهم لهم جند محضرون فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُكُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَغَى الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَحْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضْرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسْيَ خُلْقُهُ وَقَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِذَامَ وَهِيَ غَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْسَأَهَا أَوَّلَ مَوَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعْلَ لَكُمْ مِنَ السَّجَرِ الْأَخْوَرِ نَاغًا فَإِذَا آتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضَ بِعَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أغاد شيئا أن يقول له كن فيكون فَاسْبَحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُغْجَعُونَ